الإجهاد، أحكامه وحدوده في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في هذا الكتاب، أركان جريمة الإجهاد، الإجهاد لدواع طبية، تعريف الغرة وأحكامها، الإجهاد بين الشريعة والقانون ما الأحكام الشرعية التي تسمح بالإجهاد؟ وهل يسمح الإسلام بالإجهاد في مثل حالات الحمل نتيجة الزنا أو الاغتصاب؟ وهل تستطيع المرأة التخلص من جنينها في حال إصابتها بالإيدس؟ ما دية الإجهاد وما كفارته؟ وما العقوبات المترتبة عليه في القانون الوضعي؟ يسعى هذا الكتاب للإجابة على هذه الأسئلة المهمة التي قد تواجه أي تمرأة وأسرة مسلمة مؤلف الكتاب محمد بن يحيى النجيمي، أستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وعضو مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا الإجهاد، كتاب لا غنى عنه لكل أسرة مسلمة هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعها في المملكة والعالم العربي كتب مميزة كتاب الإجهاد العبيكان للنشر نلهم المعرفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر